الجامعة الافتراضية السورية كتاب حقوق الإنسان لمؤلفيه دكتور ياسر الحويس دكتور مهند نوح تقدمت مبادرة الضوء بصوت حسام الدين زيات يوطي هذا التسجيل الدرس الثالث من الوحدة التعليمية الثامنة بعنوان الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أي الصفحات من 153 حتى 157 الدرس الثالث الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تعمل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أولى ثمار مجلس أوروبا وهي بمثابة امتداد إقليمي فعال للجهود العالمية في مجال حقوق الإنسان ألف إعداد الاتفاقية جاء إعداد الاتفاقية في إطار جهود الجمعية الاستشارية لمجلس أوروبا التي ركزت اهتمامها على إنشاء جهاز لحماية حقوق الإنسان وقدمت ثلاثة اقتراحات منفصلة بهذا الخصوص وقد تدارست لجنة الشؤون القانونية والإدارية المتفرعة عن الجمعية الاستشارية لاقتراحات المذكورة لضمان الحماية الجماعية لحقوق الإنسان وقبل نهاية الجلسة قدمت اللجنة استنتاجاتها وتوصياتها واقترحت إعداد قائمة تتكون من عشرة حقوق ورد ذكرها من قبل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتكون موضع حماية الجهاز المقترح وانتهت المناقسات المطولة إلى موافقة اللجنة القانونية والإدارية بالإزماع على أن الحقوق التي يلزم تضمينها في الاتفاقية يجب أن تكون الحقوق المقررة والمقبولة في النظم الدموقراطية أما الحقوق والحريات الأخرى بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاستماعية فيمكن تحديدها وضمان حمايتها مستقبلا حيث كانت الأولوية في تلك المرحلة لحماية الديمقراطية التي سيتلوها خطوات أخرى على طريق التضامن والوحدة الاقتصادية ومن الواضح أن واضع الاتفاقية قد أدركوا في المراحل الأولى لإعداد الاتفاقية الصعابة الكبيرة التي توادههم وأهمها أن القبول الكامل لمجموعة حقوق كبيرة يعد أمرا مستحيلا في الديمقراطيات الحقيقية ومن ناحية أخرى أنشأت لجنة الوزراء لجنتين منفصلتين وبعد مساورات مكثفة لهما مع الجمعية الاستشارية لمجلس أوروبا تم التوقيع على الاتفاقية في روما من جانب وزراء خارجية الدول الأطراف في الرابع من تشرين الثاني عام 1950 ودخلت حيز النفاذ في الثالث من أيلول في عام 1953 ويلاحظ أن الحقوق التي اقترحتها الجمعية الاستشارية سابقا هي التي تم إقرارها وقد اجتملت الاتفاقية أهم الحقوق والحريات التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونظرا لعدم سمول الاتفاقية لكثير من الحقوق اقترحت الجمعية الاستشارية إضافة ثلاثة حقوق أخرى عن طريق بروتوكول إضافي تم توقيعه في عشرين آزار عام 1952 ودخل حيز النفاذ في ثمانية عشر من أيار عام 1954 وعلاوة على ذلك فقد عدلت بعض النصوص وأضيفت بعض الحقوق من خلال بروتوكولات إضافية أخرى نطاق الاتفاقية نطاق الاتفاقية يعني مجال عمالها ويتفرع نطاق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى عدة مجالات 1- النطاق العام يتعلق النطاق العام للاتفاقية بكل من المجال الشخصي والمجال الموضوعي وقد حددت الاتفاقية هذين المجالين عندما رتبت على الأطراف المتعاقدة أن تضمن وتكفل لكل شخص تحت ولايتها الحقوق والحريات المقررة في الباب الأول من الاتفاقية المادة الأولى 1- النطاق الشخصي لا يقتصر نطاق تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول الأطراف في الاتفاقية وإنما يمتد إلى كل شخص يقع تحت الولاية القضائية لأي من هذه الدول الأطراف كالمقيمين فيها على سبيل المثال فإذا ما أضيرت حقوق أي شخص خاضع لولاية أي دولة طرف فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تشمله بالحماية 2- النطاق الموضوعي يتحدد النطاق الموضوعي للاتفاقية بالنسبة للأشخاص الذين تشملهم بما ورد في الباب الأول منها وبعبارة أخرى فإنه يسمل الحقوق والحريات المنصوص عليها من المادة الثانية وحد المادة السابعة عشر من الاتفاقية وهي تتمتع بالقوة الملزمة حسب ما يفهم من المادة الأولى 2- النطاق الزماني 3- من المبادئ القانونية المستقرة أن النصوص تحكم بالوقاع التالية لنفاذ هذه النصوص ولا يختلف الأمر بالنسبة للقانون الدولي إذ أن الاتفاق الدولي بحكم الوقاع التالية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ 3- ما لم يرد نص على خلاف ذلك وهذا يعني أن الشكاوى والمطالبات التي تقدم أمام الجهزة الاتفاقية ينبغي أن لا تكون مستنيدة إلى وقائع سابقة على دخول الاتفاقية حيز النفاذ ما لم تكن تلك الوقاع ذات عواقب ونتائج تؤدي إلى استمرار وقوع المخالفة حتى بعد التصديق على الاتفاقية 3- النطاق المكاني من البديهي أن تسري أحكام الاتفاقية في أقاليم الدولي الأطراف فيها لكن هل يمكن أن يمتد سريانها إلى خارج هذه الأقاليم وبعبارة أخرى هل تتعدى أحكام الاتفاقية النطاق الإقليمي لأطراف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الواقع لم تسر المادة الأولى من الاتفاقية إلى أي امتدار إقليمي للاتفاقية خارج حدود الدولي الأطراف فيها ومع ذلك فإن هذه الأحكام يمكن أن تمتد إلى خارج أقاليم الأطراف في حدود معينة يموجب النطاق الشخصي العام الوارد في المادة الأولى التي تسري على كل شخص يقع تحت ولايتها بغض النظر عن مكان وجوده وبالتالي تكون الدولة مسؤولة مثلاً عن أعمال موظفيها في الخارج إذا انطوت على انتهاك للحقوق المقررة في الاتفاقية تجاه شخص يقع تحت الولاية القضائية لأحدى الدول الأطراف من المؤكد أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حققت نجاحاً كبيراً ويعز جانب من الفقه هذا النجاح إلى أن الدول الأوروبية تسكل وحدة متميزة ثقافياً أتاحت قدراً من التشابه في الاتجاهات بين الدول وساعدت على تحقيق الاتفاق بينها حول الحقوق والحريات الأساسية ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن الدول الأوروبية كانت واقعية إلى حد كبير في تعاملها مع تقنين حقوق الإنسان فالعبرة لديها ليس بكثرة الحقوق وإنما بإنجازها فعلياً ولذلك نجد الاتفاقية الأوروبية عند إبرامها قد اجتملت على حقوق أقل من تلك التي اجتملت عليها الوثائق الدولية العامة ومن ناحية أخرى يلاحظ جانب من الفقه إحكام الصياغة القانونية لنصوص الاتفاقية مقارنة مع نصوص الإعلان العالمي لعام 1948 فقد صيغت نصوص الاتفاقية من قبل رجال قانون لديهم القدرة على تصور الصعوبات في التطبيق وإدراك إمكانية تعسف الأفراد في ممارسة حقوقهم وحرياتهم إذا ما تمت صياغتها بصورة مطلقة فضلا عن مراعاة إمكانية ودود النوايا السيئة لدى الحكومات عند تفسيرها للقيود الواردة على هذه الحقوق والحريات لقد أوردت الاتفاقية مجموعة من الحقوق والحريات المدنية والسياسية ويمكن تصنيف هذه الحقوق والحريات إلى عدة أصناف 1- حقوق تتعلق بالفرد وحياته الشخصية تغلب على هذه الحقوق الصفة المدنية وتشمل السلامة الجسدية واحترام الحياة الخاصة وحرمة المسكن وحقوق الأسرة والممتلكات الشخصية والحق في الزواج ويضف البروتوكول الأول الحق في احترام المال الخاص والحق في التعليم وفقا لغرغبات الوالدين بينما يضيف البروتوكول الرابع حرية الانتقال وحرية اختيار السكن والحق في مغادرة البلاد والعودة إليها ويلاحظ أن الاتفاقية الأوروبية لا تنص على الحق في العمل ولكنها تحمل إنسانا من العمل الجبري 2- حقوق تتعلق بالفرد وعلاقته بالمستمع 3- يغلب على هذه الحقوق الصفة السياسية وتسمى الحرية الفكر والضمير والدين بما في ذلك الحق في تغيير الدين والعقيدة والحق في حرية الرأي والتعبير لأنها سمة المجتمع الديمقراطي والحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات السلمية وفي تكوين الجمعيات وقد أضف البروتوكول الأول الحق في انتخابات حرة عن طريق الاقتراع السري 3- حقوق تتعلق بالفرد أمام القانون للفرد حق في الحياة وحق في الحرية والأمان حيث يتمتع بالحماية ضد القبض التعسفي عليه وضد سجنه وفي حال اعتقاله لا يجوز تعذيبه أو تعريضه لمعاملة قاسية أو حاطة بالكرامة وله الحق بمحاكمة عادلة وعلنية خلال مدة معقولة وله حق في الدفاع وحق في الطعام ضد الحكم الصادر بحقه ويتمتع بالحقوق التي ترتبها القواعد العامة المشهورة في القانوني الجزائي التي عبرت عنها الاتفاقية بالمبادئ العامة للقانون العام في الأمم المتحضرة كأن يعد بريئا حتى تثبت إذا نده وأن يستفيد من قاعدة عدم رجعية القوانين وأضف البروتوكول الرابع الحق في عدم جواز الحبس نتيجة عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية وقد خلت الاتفاقية من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما تمس إدراكه من خلال المثاق الاجتماعي الأوروبي انتهى الدرس الثالث ترجمة نانسي قنقر